لكن طاقة التجديد وهنا تقريبا الجسد عندكم هو اللي بيتجدد وكلكم يعني زي بيحصل لكم اعادة ميلاد الطاقة دي ممكن تكونوا بتدخلوا فيها التلات او اربع ايام اللي جايين او انتوا فيها دلوقتي بالفعل يعني اه تفقدوا بقى لوم بشرتكو مثلا زي ما هو ولا اختلف اه سمك شعركو اه لمعة عيونكو في في تغييرات جسدية كثيرة اه بتمروا بيها او انتوا على وشك انتوا تمروا بيها اه كتير منكم عندكم القدرة ان انتوا تساعدوا اكبر عدد ممكن من الناس والناس تقدر تستفاد بالمعلومات او بالمواهب او بالارشاد اللي عندكم يعني ممكن تكونوا اشخاص اه في يعني سواء انتوا من خلال الحاجات اللي تعلمتوها او بالفترة عندكم عندكم القدرة ان انتوا ترشدوا او توجهوا الناس هتحتاجوا الفترة دي ان انتوا ترقبوا الرسائل الشعورية القوية او اللي بتجيلكوا يعني ان هو الاحساس بتاعك انت حاسس بحاجة فزي ان انت انت ليه حاسس بالحاجة دي او ايه الحكمة من وراء الشعور اللي جايلك دلوقتي ليه الشعور ده مثلا مش رادي يسيبك وعلى الاكتر هي دي متعلقة بحياتكم العاطفية ام الطاقة دي ممكن حد هنا تكون انت في علاقة فعلا ربعية تحديدا ميشي بس في الفترة دي يمكن يكون جايلك الشعور القوي اوي 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 انه بطريقة ما هتكون مع الشخص اللي حاسس ان قلبك وعقلك وروحك وكلك معي بس انت مش عارف تكون معي فانت ممكن يكون عندكم مشاعر قوية جدا ان انتوا هتكونوا مع الشخص ده فانت زي عايز تبحث بداخلك عن ايه مصدر الشعور القوي ده يعني ليجوا وايك المشاعر القوية دي هل دي مثلا يعني كارت بيقولك هل ده مثلا رغبة داخلية ان انت عشان عاوز حاجة زي كده ولا دي حاجة يقينية ان انت متيقن من الحاجة دي بغض النظر عن ان الواقع المادي مثلا بيقول لا لانه دلوقتي دي مثلا على قربعية او انت فيه في حياتك حد في شيء قوي جدا يمنعكو عن انكو تكونوا مع بعض فانتو هتحتاجوا ان انتو ايه المشاعر اللي جايلكو دلوقتي وموجودة عندكو بقوة قوي وليه الشعور ده موجود وايه مصدر الشعور ده جويك مصدره خوف مصدره رغبة ام مصدره مثلا يقين او ايه